ومع الحديث عن المفاوضات بدأت تخرج من كياف توقعات بقرب نهاية هذه الحرب كيف التفاصيل معك يا طاهر فعلا راوية التوقعات هذه تشير إلى نهاية الحرب بحلول الربيع المقبل واستعادة المزيد من الأراضي الأوكرانية نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف قال إن قوات بلاده قد تصل إلى شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014 بحلول أعياد الميلاد أي في ديسمبر إلا أن الأمر سيحتاج بعض الوقت قبل نهاية الحرب في أوكرانيا كما لم يستبعد هافريلوف احتمال وقوع ما يعرف بنظرية البجع السوداء داخل روسيا أي الأحداث المفاجئة والتي لا يمكن التنبؤ بها في الأشهر المقبلة في إشارة ربما إلى تطور سياسي غير متوقع قد يؤثر على الكراملين مباشرة تعالى إلى الأمور سيغير إن قسم في الر crises هذه Crisis وكسنا إ exchange إلى الأمور إksi آρ 키�م آو الأرقين إلي ونتذهب فيها ч أوك إلى buns كويت slip Rim حدث ولكن بكل ثقة أيضا يتحدث نحن تحدثنا قبل قليل عن نظريات البجع السوداء لكن ما هي فعلا هذه النظرية تشير هذه النظرية إلى الأحداث المفاجئة التي قد تغير مجريات الأمور الأصل كان قائما على فكرة سائدة في أستراليا بأن البجع كله أبيض إلى أن تم اكتشاف وجود البجع الأسود في غرب البلاد الأمر ذاته ينطبق على الأحداث التاريخية التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها أو كان احتمال وقوعها غير وارد على الإطلاق ينطبق هذا على أحداث غيرت العالم مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية وأيضا في الفترة القريبة جدا نذكر فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا بالتأكيد في أوكرانيا وكما تحدث النائب وزير الدفاع فهو يتوقع أن يحدث أمر غير وارد في روسيا بالتزامن مع التحركات على الأرض على سبيل المثال نقلت مجلة نيوزويك عن وسائل إعلام محلية في شبه جزيرة القرم أن الروس يفرون إلى منطقة كراس نودار الروسية المجاورة وسط مخاوفة من أن أوكرانيا ستتحرك قريبا لاستعادة المنطقة قبل ذلك قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة أن الوحدات الروسية قامت بحفر خنادق جديدة بالقرب من حدود شبه جزيرة القرم كما غرد قبل أسبوع بن هوجز القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا قال إن منظومة الصواريخ هايمارس ستبدأ العمل قريبا من خيرسون ما يعني أن شبه جزيرة القرم تقع ضمن مطاق الصواريخ عبر أيضا عن قناعته بأن هذا يمكن أن يضعف الدفاعات الروسية بينما يسعى الهجوم الأوكراني المضاد للسيطرة على مدينتي ماريوبل وميليتي بول بحلول يناير ثم تبدأ المرحلة الحاسمة من الحملة استعادة شبه جزيرة القرم ترجمة نانسي قنقر